الانتخابات يا جماعة الانتخابات الرئاسية واللي تبدأ يوم الجمعة بإذن الله للمصريين في الخارج طبعا انتوا عارفين احنا تقريبا عندنا حوالي 14 مليون مصري في الخارج السفارات والقنصليات اللي هيتم فيها أو يعني أنا توجه لها كمصريين في الخارج للإقتراع في 121 دولة 121 دولة يعني استعدادات مهولة وقدر اقولك انه كل السبل كل السبل بإذن الله سوف تؤدي الى انك انت تقدر تقوم بالعملية الانتخابية بمنتهى السلاسة والسهولة واليسر وبالمناسبة انت لما بتروح حتى تصوت في الانتخابات انتخابات رئاسية في الحال اللي احنا بنتكلم عليها بعد حوالي سنتين في الانتخابات البرلمانية الاخ الاخ من استحقاقات انتخابية يعني انت بتصوت لنفسك يعني أنا دايما من أنصار مش انك انت بس بتقوم بها واجبك الوطني وان ده يعني الاستحقاق الدستوري لا بالمناسبة انت بتعمل ده لنفسك أولا يعني بتعمل ده لنفسك لأنه اي انتخابات في الدنيا مصر أو برا مصر هي عبارة عن ايه هي تصويت لأجل الاستقرار السياسي اي انتخابات انتخابات البرلمانية استقرار السياسي انتخابات ده مش بس في مصر مصر امريكا جلترا فرنسا ألمانيا بلاد واق الواق انت بتصوت لأجل الاستقرار السياسي حلو طيب يعني ايه بس صوت لأجل الاستقرار السياسي يعني طول ما فيه اجراءات انتخابية ده معناه ان انا عندي فيه دستير وعندي قوانين عندي برلمان عندي رئاسة عندي حكومة فالذهاب الى الانتخابات هو تصويت لأجل الاستقرار السياسي الاستقرار السياسي طب انا بقى عايز انهي اشكال الاستقرار السياسي أشكال استقرار السياسي دي عبارة عن إيه برامج ورؤة فأنت بقى تروح تختار والله الاستقرار السياسي من وجهة نظر المرشح الفلاني بتاعي أنا شايف والله أنا عايز أختار السيد عبد الفتاح السيسي أنا عايز أختار السيد فريد زهران أنا عايز أختار السيد حزم عمر أنا عايز أختار السيد عبد السند يا مامة ده مزاجي بقى الهوى بتاعي طب هل هو هوى مطلق يعني اللي هو بقى بحبه وبقر أنا فيش حاجة اسمها بحبه وبقر في حاجة اسمها برنامج رؤية توجه اقميول ايدولوجية كل الكلام ده بقى فانت بتختار اللي انت عايزه عايز مصر تروح في السكة دي دي حاجة حاجة تانية انا عايز اقول مثلا والله المرشح فريد زهران ليه قتلة كبيرة جوه المجتمع بتتفق مع افكاره مع ايدولوجيته مع رؤاه مع برامجه اذا فانا لازم ماسبت ده مايبقاش الكلام بس كده في المطلق مطلق على العواهن ويعني لا خالص انا عايز اشوف قدامي رقم الاقي اه ده كده فريد زهران واخد شعارف كام مليون كزا ده مع حزف القبق مع فلام حزم وعمر واخد كزا امال انا هعرف منين الثقل الانتخابي بتاع كل اسم هعرف منين طيب في السياق ده بيأكد سيادة المستشار حزم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ان الهيئة الوطنية وفرت كل السبل وذللت كل العقبات حتى يعبر المصريين عن رأيهم في صناديق الاقتراع للانتخابات الرئاسية بكل شفافية ونزاهة مش عايز اتطول انا عليك انا عايزك تسمع سيادة المستشار حزم بدوي الايه نصب بسم الله الرحمن الرحيم شعب مصر العظيم بني وطني في الخارج اتحدث اليكم اليوم في لحظات فارقة من عمر وطننا غالي ونحن على اعتاب الاستحقاق الانتخاب الاهم وهو اختيار من يقود البلاد في السنوات الست القادمة حيث يبدأ الاقتراع في الانتخابات الرئاسية خارج مصر ايام الاول والثاني والثالث من شهر ديسمبر المقبل وللمصريين في الخارج اقول انتم جزء اصيل من ابناء الوطن واحد اعمدته الاساسية وتنشغلون دوما بقضاياه ولكم حق لا ريب فيه في تحديد مصيره فاقبلوا على المشاركة الجدة والفاعلة في الانتخابات حتى ترتفع اعلام مصر في كل بقاع الدنيا ويسمع العالم اجمع هتافكم في حب الوطن لقد وفرت الهيئة الوطنية للانتخابات كلت سبل وزللت كافة العقبات للتعبير على رأيكم في اجواء من الشفافية والنزاهة وتتعهد الهيئة بان يكون لكل صوت في الصندوق اثر في نتيجة الانتخابات شاركوا وادوا واجبكم الوطني وحققكم الدستوري وضربوا المسل لمن حولكم في معنى الانتماء للوطن عاشت مصرنا الغالية وعاش ابناؤها المخلصون داخل مصر وخارجها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شاركوا تصحوا زي بقلت لك كده انت بتختار لنفسك شكل الاستقرار السياسي وتوجهاته وعيدولوجياته وبرمجه ورؤاه ده واحد اتنين انت بتقول لنفسك وللي حواليك او للعالم في الداخل في الخارج بتقول لهم يا جماعة والله اه لا ده بص بقى يا جماعة يسار الوسط المرشح بتاعه عامل كذا الوفد كحزب الليبرالي كلاسيكي يقدر يعمل كذا ده مش عارف مثلا الحزب الشعب الجمهوري يقدر يعمل ده حجمه وهكذا ده طبيعي